بذكريات بوينوس آيالس 78 نهائي بطولة كاس العالم اللي جمعت بين منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا لقاء بيتكرر مرادة بس طبعا المباراة المرادة في دور التمانية عشان كده قلت لكم انها واحدة موطشات اللي تستحق انها تاخد لقب النهائي المبكر طواحين الهولندية في مواجهة التانجو الأرجنتيني لمن تكون الغلبة خلينا ناخد رأي صاني سيلوين نجمه واحد النجوم طبعا منتخب هولندا ونادي آيكس أمستدان ضفنا في أستدسا من خلال فيديو كونفرنس بداية طبعا نشكره ونقوله أهلا وسهلا على شاشة الأهلي أهلا وسهلا بك يعني خلينا أقول كده أولخص مشوار المنتخب الهولندي نجح المنتخب الهولندي في الوصول لدور التمانية إزاي شفت مواجهات المنتخب الهولندي في البطولة سواء في دور المجموعات أو في دور الستاشر في مواجهة المنتخب الأمريكي وتقييمك لقيادة لويس فانجال لمنتخب التواحي شكرا شكرا جزيلا التقييم العام حتى الآن هو الأداء كان جيدا جدا كما رأينا أن الجماهير لم تكن راضية بعض الشيء في دور المجموعات عن أداء اللاعبين ولكن الأمر الهم كان الفوز كان الأهم هو الفوز ولكن بالطبع يهمنا الأداء الجيد في المباراة الثانية كان الأمر أكثر إمتاعا الأمر كان مختلفا كان أكثر من الطبيعي ولكننا توقفنا عن نزيف النقاط الفريق استطاع أن يعوض وأن يتقدم في المجموعة ومن بعد كانت المباراة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أفضل من دور المجموعات ولكن المباراة القادمة ضد الأرجنتين هي لقاء صراع قوي جدا وأعتقد أنني سأجلس يوم الجمعة لأشاهد المباراة وأنظر كيف سيؤدي الفريق الهولندي ضد الأرجنتين طيب يعني خلينا نتفق أنه كل النتائج اللي حقا المنتخب الهولندي الغاية دلوقتي في كاسر علينا هي نتائج منطقية وطبيعية جيدة طبيعي جدا أنه يتأهل عن مجموعة بتضم معه السنغال والإكوادور والمنتخب القطري وطبيعي أيضا ومنطقي جدا أنه يتأهل لدور التمانية على حساب المنتخب الأمريكي حتى لو قدمت أمريكا أو قدم المنتخب الأمريكي عروض قوية جدا في البطولة لكن كتير بيشوف أنه البداية الحقيقية والاختبار الحقيقي والصعب في نفس الوقت للمنتخب الهولندي هيكون في مواجهة الأرجنتين إزاي بتشوف أو بتقرأ المواجهة وإيه فرص المنتخب الهولندي في التأهل على حساب واحد من المنتخبات المرشحة التي تحقيق اللقب وهو منتخب الأرجنتين سأبدأ بالفرص ففرص المنتخب الأرجنتيني أقوى للفوز وفي هذه اللحظة ميسي يقوم بأداء رائع ميسي يقاتل مع كتيبة بلاده للفوز وأعتقد أن فريق الأرجنتيني يلعب أكثر كفريق وفريق هولندا كذلك أدى أداء رائعا كما رأينا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون من الرائع أن نرى الفريق يدافع ضد منتخب قوي على المستوى الفني كالأرجنتين بالطبع الفريق يستطيع أن يلعب بأكثر من طريقة ولكن ضد الأرجنتين الأرجنتين لديهم فقط ميسي وعشرة مدافعين فأعتقد أن فرص المنتخب أولندا قوية هل تتوقع أو هل بتطلب وتنتظر من لويز فانجال أنه يخود مواجهة الأرجنتين بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس التشكيل ولا بترى أنه على لويز فانجال أنه يجاهز سيناريو مختلف عن السيناريوهات التي ظهر بها المنتخب الولندي عشان يقدر يتجاوز عقبة المنتخب الأرجنتيني ميسي وريفاقو أعتقد أن لويز فانجال سيبدأ بنفس الأحد عشر اللاعبا الذين بدأ بهم آخر مرة ربما سيدخل لاعبا جديدا لمنتصف الملعب ولكني بحكم عملي معه خمس سنوات في آيكس كان مدير فني خاص به فأعتقد أنه لا يغير الفريق الفائز يعتمد دائما يعتمد دائما على من يفوز ولكن أحيانا سيكون هناك بعض الفرص لبعض اللاعبين لإجراء بعض التغييرات الفنية أثناء المباراة لكن بشكل عام لا أظن أن هناك التغييرات الكبيرة على مستوى الفريق ولكن هذا الأمر يعتمد على هذا الأسبوع على الحصص التدريبية كيف يؤدي اللاعبين كيف يؤدي اللاعبون وأعتقد أن هذا يعتمد على ما سنراه في الأسبوع القادم يعني طبعا رغم وجود أسماء من العارض في المنتخب الأرجنتيني زي ديماريا زي لوتارو مارتينيز وغيرهم من النجوم لكن فيه ناس كتير بتشوف أنه ممكن اختزال القوات ضربة المنتخب الأرجنتيني في ليو ميسي هل بتتفق مع وجهة النظر دي؟ وإذا كانت إيقاف خطورة الأرجنتين تختزل أو تختزل في إيقاف ميسي هل فيه لاعب من وجهة نظرك في المنتخب الهولندي قادر على إيقافه؟ نعم نعم من الممكن بتطبع ميسي بتطبع أجرينا بعد قمنا ببعض الخدع الفنية أثناء ما كنا نلعب وحينما لعبنا ضد البرازيل وكانت ضد روماريو الجميع يعرف روماريو كان قوة ضاربة لمنتخب البرازيل وكان يلعب في برشلونة وأعتقد المدير الفني قال لي حينما كنت مدافعا أريدك أن تراقب روماريو رجلا لرجل فكنت خلف روماريو في كل لعبة أعتقد أن هذا سيحدث مع ميسي في مباراة الأرجنتين القادمة إذا استطعت أن تراقب ميسي لحظة بلحظة فأعتقد أن هذا سيوفر الكثير على الفريق ليفوز بالمباراة فأعتقد أن هذا سيسهل المهمة مهمة اللعبين الهولنديين ضد الأرجنتين فبالتالي إذا قتلت ميسي معنويا إذا استطعت أن أعبر فبالتالي ستستطيع أن تفوز بالمباراة ضد الأرجنتين عموما يعني ومش عايز أعمل مقارنة بين الأجيال لكن الحقيقة دايماً الكرة الهولندية حضرة في كل النوسخ على أقل اللي أنا شفتها ويمكن من قبلها حتى أنا ما شفتش طبعاً النهاية الحلم 78 في بوانوس آيرس بين الأرجنتين وبين هولندا شفت طبعاً يعني شفت ملخصات أو شفت ملخص المباراة لكن حتى ما قبل البطولة دي دايماً هولندا بتمتلك فرص كبيرة جداً في أي بطولة بتشارك فيها وكل الأجيال اللي مسلت الكرة الهولندية كان فيها أسماء عظيمة جداً ورغم كده ما نجحتوش في تحقيق لقب بطولة كاس العالم هل شايف أن الأسماء دي حتى وإنت جوزة عقبة الأرجنتين قادرة وجاهزة ندحق لقب البطولة؟ توقعتكم أنتوا في هولندا للجيل دا من اللاعبين كما تعرف دائماً نكون قريبين كان لدينا يوهان كرويف كان لدينا عديد من اللاعبين والنجوم ولكنهم لم يكنوا محظوظين ليفوزوا بكاس العالم أنا أيضاً شاهدت المباراة كما ذكرت وكان الأمر حتى اللحظة الأخيرة ضد الأرجنتين ولكن من يعرف يظل تظل لفرص قائمة بالطبع لم نفوز في كل اللوسخ في عام 2010 لعبنا ضد إسبانيا وبالطبع كان الأمر قريباً وتقريباً لعبنا ضد كاسياس فقط ولكننا خسرنا المباراة وأعتقد أن الأمر كذلك سيكون قريباً دائماً نكون قريبين دائماً نركز على الجانب الفني والجانب المهاري ونركز على الفوز دائماً وحينما نلعب كفريق ونلعب كمنظومة واحدة وتحت قيادة مدير فني مو خضراً كلويس فنخال وحينما نتفق ونؤدي ما يريد لويس فنخال فبتالي سنفوز بالبطولة ولكن يجب علينا أن نتحل بمعضة السداني أنا متعاطف جداً مع الكرة الهولندية ومع المنتخب الهولندي لأن منتخب الحقيقة دائماً بيقدم كرة ممتعة ومنتخب دائماً بيملك على مستوى السكواد يعني عناصر على أعلى مستوى نجحت فرنسا في كسر العقدة بعد سنين طويلة جداً وحققت لقب كسر على مرتين نجحت أسبانيا في 2010 على حساب المنتخب الهولندي تحقي اللقب فأتمنى أن الجيل ده يقدر يعمل أو يحقق ما يتمناه وينتظر المنتخب الهولندي بالمناسبة فيه لعبين كتير لفتوا النظر لعبين صغيرين يمكن ما كناش نعرفهم قبل البطولة يعني كودي مثلاً واحد من اللعيبة اللي لفتت الأنظار بشكل كبير مش بس للجمهور لكن على مستوى الاندال الكبيرة اللي بدأت بالفعل تحركات ومفاوضات لشراء كودي جاكبو بعد البطولة أو في الانتقالات الشتوية بتشوف مين اللعيبة اللي ممكن تراهن عليهم في الجيل الحالي من المنتخب الهولندي ورأيك فيه انتقال كودي بعد بطولة كاس العلا كما تعرف يوجد يوجد لاعبان في لعب الدفاع لدينا فان دايك أراهن عليه وعلى مستوى خط الوسط فرينكي ديونج فأعتقد أني أراهن على هذين اللاعبين وكذلك لدينا دينفريس الظهير المدافع لديه لديها عرضيات خطيرة ولديه انطلاقات رائعة وأيضا وأيضا مينفس ديباي يتقدم في العمر ويكبر أصيب في برشلونة ولكن أدى بشكل رائع ما منتخب هولندا ويجب عليه أن يلعب بشكل أقوى ويلعب لكامل التسعين دقيقة مع منتخب هولندا هو لاعب رائع وشخص رائع وكما تعرف حينما يؤدي مينفس ديباي بشكل جيد ونحرز المزيد من الأهداف تزداد فرص هولندا للفوز وحينما كان يلعب في منشستر نايتد كان دائما كان دائما يظهر أداء رائعا ولكن اللاعب الذي أظهر أداء مذهلا في هذه البطولة بالفعل كودي جاكبو أظهرت الأندية الأوروبية اهتماما كبيرا بكودي جاكبو وقد أدى أداء رائعا في هذه البطولة وكما تعرف وكما ذكرت أنت فإن العديد من الأندية الأوروبية تهتم به بالفعل هو الحقيقة يمكن الموضوع ده ممكن يكون يعني طبعا دي أثر إيجابي على مسيرة اللاعب ومشواره مع الكرة وخصوصا لما يتقال أنه فريق كبير زي منشستر يونيتد مهتم جدا ودخل بالفعل في مرحلة التفاوض لشراء اللاعب لكن عموما في مرحلة مهمة زي دور التمانية في كاس العالم مباراة كبيرة مع منتخب كبير زي منتخب الأرجنتيني لما نسمع عن فكرة عروض مش بتنهال بس على اللاعب أو على النجوم المنتخب الهولندي احنا بالإضافة الكودي طبعا عندنا دونفرس عنده عرض أو تم يعني انتشار أخبار مرتبطة برحيله وأن فيها أندية كبيرة جدا مهتمة بالتعاقد معه لويز فان جالد نفسه المدير الفاني المنتخب الهولندي فيه كلام أنه بعد بطولة كاس العالم فيه عرض مقدم من المنتخب بلجيك عشان يتولى مسؤولية المدير الفاني هل بتشوفي أن حاجة زي كده ممكن تكون مرتبطة بفكرة تشتيت التركيز أو تشتيت انتباه اللاعبين عن البطولة ويكون ليها تأثير سلبي ولا ممكن تبقى شايف عكس ده لا لا هذا ليس بالأمر الهام بالنسبة لي على سبيل المثال دونفرس هو بالفعل يلعب في نادي كبير حينما يذهب إلى تشيلسي طبعا الأمر رائع ولكن هو فقط سيكون محاطا بالعديد من النجوم ليس إلا ولكن بالنسبة لي دونفرس لن يغادر بأقل من 100 مليون يورو هو لعب رائع ربما 80 أو 90 مليون حتى 100 مليون وبالنسبة للأنديا التي تنبع اللاعبين في هذه اللحظة يظهرون ذلك ولكن اللاعبون مرتحون نسبيا مع أندياتهم فبالتالي حينما يعبرون إلى قبل النهائي فأعتقد سيحرزون المزيد من الاهتمام من الأندية الأوروبية والأمر سيكون جنونيا فبالتالي والعروض المادية ستزيد من تشيلسي ومن غيره وتشيلسي سيزداد رغبة في اللاعب فبالتالي لا أحد يعرف الأمر غريب تجارة كرة القدم غريبة بعيدا عن مشوار المنتخب الهولندي إيه أبرز المفاجآت اللي شفتها فيه النسخة الحالية من كاس العالم ومين هو المنتخب أو المنتخبات اللي اترشحها للمنافسة ولتحيي اللقب النتائج التي فاجأتني بالنسبة لي المغرب على سبيل المثال المغرب تلعب الآن ضد إسبانيا وتؤدي بشكل رائع بالمناسبة على المستوى الجماعي وخصوصا ياسين بونو أدى أداء رائعا أدى أداء رائعا في كاس العالم الحالي وأيضا ألمانيا كانت مفاجأة بالنسبة لي أن تخرج ألمانيا من دور المجموعات وأيضا يوجد خروج ألمانيا وأيضا خروج بلجيكا كانت هذه مفاجأة لي خروج بلجيكا أيضا في دور المجموعات هذا الأمر كان مفاجأة لي فبالتالي هولندا دوما كانت صديقة لبلجيكا في كاس العالم دائما يتنفسون وبالنسبة لي إنجلترا تفاجئني تفاجئني لتأهلها لهذه المرحلة بهذا الأداء الرائع يلعبون كرة قدم جيدة ويستغلون كل فرصة ليتطوروا ويزدادوا هجوميا أنا متحمس كثيرا تجاه هذه النسخة من كاس العالم هذه النسخة لم تكن مملة كان الأمر فقط قليلا في أول مبارتين ولكن الأمر بعد ذلك أصبح مثيرا للاهتمام على مدار البطولة أعتقد على كل أن البطولة ستنطلق رسميا من يوم الجمعة القادمة رغم سهولة دور المجموعات لكن حتى لو فاز المنتخب الهولندي على الأرجنتين هيكون طريقه صعب جدا للتتواج باللقب يعني هيكون عليه بعدها أنه غالبا يعني في ظن أنه هيتجاوز بعد الأرجنتين عليه أنه يقابل المنتخب البرازيلي النسبه أعلى من أو فرصه أعلى من منتخب كرواتيا وإذا ما نجح في أنه يتجاوز المنتخب البرازيلي هيكون عليه أنه هو يواجه أعتقد برضو إما منتخب فرنسا أو منتخب إنجلترا نشوف المشوار إزاي كما تعرف لدينا فريق قوي وأيضا برازيل فريق قوي جدا ولكن كما تعرف كل شيء وارد البرازيل في 2014 كان منتخبا قويا ولكنه مني بهزيمة كبيرة أعتقد أن الدفاع في البرازيل ربما لديه اليوم يوما طيبا وربما في القادم سيكون يوما سيئا للدفاع البرازيل الأمر يعتمد على الجودة الخاصة باللاعبين بالطبع لديهم جودة أكبر ولكن إذا كان لدينا حظا وافرا فربما سنتوق بكاس العالم هذا العام يهمني أسألك كنت طبعا أكيد مزهول بكيفية تجاوز عقبة الأرجنتين هل تعتقد أنه تجربة السعودية مواجهة منتخب السعودي ونجاحه في التغلب على المنتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 مع اختلاف الظروف طبعا أنا عارف أنه مباريات في دور المجموعات مختلفة جملة وتفصيلا عن الأدوار الإقصائية والنوكاوتس لكن هل بتشوف أنه تجربة المنتخب السعودي ممكن تبقى ملهمة ممكن تبقى مفيدة للمنتخب الهولندي قبل ما يقبل الأرجنتين لا 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 كما رأيت كما رأيت الأرجنتين فازت وتغلبت على الوضع وفازت داخل مبارتين في المجموعات ضد بولندا والمكسيك ولكن وأيضا آخر مباراة في دور الستة عشر لم يؤدوا بشكل جيد ورغم الفوز لم يؤدوا بشكل جيد طوال البطولة رغم الفوز فالأمر مختلف أعتقد أن هذا أمر يختلف ضد منتخب هولندا في يوم الجمعة القادم كثير من عشاء الكرة هيحتوروا الحقيقة مطش يوم الجمعة لأنه هنمتكلم على منتخبين ليهم عشاءهم وليهم جماهريتهم والاتنين الحقيقة من المنتخبات الممتعة فأنتظر شخصيا أن أستمتع بمواجهة قوية جدا ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأرجنتيني وبتمنى لكم طبعا التوفيق منتخب هولندي طول عمره الحقيقة بيقدم لنا نجوم على أعلى مستوى وبيقدم لنا كرة ممتعة جدا فأتمنى لكم التوفيق في مشواركم في البطولة سوني سيلوي نجم المنتخب الهولندي السابق ونجم طبعا أكسان السبدام بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في أسادس شكرا جزيلا